بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله ابناء الطلاب الصف الأول تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم الأستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة تخصص عاقة عقلية وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم التقويم الهجري إذن موضوع الدرس إن شاء الله هو التقويم الهجري أهداف الدرس سوف نتعرف إن شاء الله على أهداف هذا الدرس التقويم الهجري أولا تحديد مفهوم التقويم هذا الهدف الأول إن شاء الله تحديد مفهوم التقويم وأيضا معرفة سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم وكذلك معرفة فوائد التقويم الهجري واستنتاج عدد الأشهر في السنة الهجرية إن شاء الله سوف نتعرف على هذه الأهداف من خلال درسنا التقويم الهجري إذن نقوم بتعريف التقويم الهجري ومقياس تعرف به ماذا؟ الأيام حسنتم وكذلك الأسابيع والشهور وينبئنا عن أيام العبادات والأعياد والمناسبات والمواسم إذن هو ينبئنا عن ماذا؟ عن أيام العبادات وكذلك الأعياد بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين ويستخدم فيه تحديد الأشهر والمناسبات الدينية كما ذكرنا للمسلمين مثل ماذا؟ ما هي المناسبات الدينية للمسلمين؟ نتعرف عليها ابناء الطلاب ما هي المناسبات الدينية للمسلمين أحسنتم شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر وماذا أيضا؟ ويوم عرفة وعيد الأضحى وكذلك الأشهر الحرم إذن كل هذه ابناء الطلاب هي مناسبات دينية للمسلمين كل هذه هي مناسبات دينية للمسلمين ونستخدم التقويم الهجري لمعرفة هذه الأيام وتحديد هذه الأيام وأيضا لدينا هناك التقويم الميلادي ويستخدم أيضا في المملكة العربية السعودية ومن أمثلة استخدام هذا التاريخ الميلادي احتفال اليوم باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام وذلك تخليدا لذكرات وحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود طيب الله ثرى إذن استخدم التقويم الميلادي أيضا بناء الطلاب في معظم دول العالم العربي وكذلك الغربي إذن كما ذكرنا بالتقويم نعرف ماذا نعرف اليوم وكذلك إذن نعرف اليوم وكذلك التاريخ إذن بالتقويم نعرف ماذا اليوم الذي نحن فيه وكذلك التاريخ يوم السبت أو الأحد أو الأثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس أو الجمعة إذن نعرف اليوم من خلال ماذا من خلال التقويم وكذلك تاريخ هذا اليوم وكذلك تاريخ اليوم نريد أن نتعرف على الرمز للسنة الهجرية نحن في السنة 1443 والثلاثة وأربعون للهجرة إذن هذا حرف الها يرمز للسنة الهجرية إذن حرف الها ابناء الطلاب يرمز للسنة الهجرية وحرف الميم يرمز للسنة الميلادية وحرف الميم يرمز إلى ماذا للسنة الميلادية إذن هنا السنة الهجرية 1443 مثال للهجرة وهنا 2021 ميلادي إذن هنا حرف الها هو رمز للسنة الهجرية وحرف الميم هو رمز للسنة الميلادية التقويم الهجرية ابناء الطلاب هو التقييم المعتمد في بلادنا وكذلك التقييم الميلادي ولكن التقييم الهجرية كما ذكرنا هو يحدد مناسبات الدينية للمسلمين وكما ذكرنا ما هي مناسبات الدينية حسنتم شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك يوم عرفة وعيد الأضحى وكل هذه مناسبات دينية للمسلمين وتخص المسلمين إذن تعرفنا لرمز السنة الهجرية يرمز لها بحرف اله عندما نكتب 1443 مثلا نكتب حرف اله إذن يرمز للسنة الهجرية إذن هذا الحرف حرف اله يرمز للسنة الهجرية وكذلك حرف الميم يرمز للسنة الميلادية ميم أي ميلادية وحرف اله أي هجرية كما تشاهدون لدي هنا هذه الورقة من تقويم لدينا هنا فقط مثال سوف نتعرف في هذه الورقة من التقويم على اليوم نقوم بتحديد اليوم وكذلك الشهر وكذلك السنة من خلال هذه الورقة يقوم الطالب بالتعرف على اليوم وكذلك الشهر والسنة من خلال التقويم للسنة الحالية ولكن لدينا هنا ورقة من التقويم الهجري كما تشاهدون لدي هنا يمثل ماذا اليوم وكما ذكرنا هنا اليوم الجمعة ولدي هنا الشهر كمثال شهر محرم وأيضا السنة الهجرية نقوم بتحديدها على هذه الورقة يقوم الطالب بالتعرف على اليوم وكذلك تاريخ اليوم والسنة الهجرية الحالية من خلال التقويم الذي أمامنا وكذلك يتعرف على السنة الميلادية في أجه المقابلة كما تشاهدون لدي هنا اليوم وكذلك السنة وكذلك الشهر هنا إذن نجد بناء الطلاب التقويم الهجري وكذلك الميلادية في ورقة واحدة كما تشاهدون وكذلك يتعرف على أوقات الصلاة في بعض مدن المملكة إذن كما ذكرنا يقوم الطالب بمعرفة تاريخ اليوم وكذلك تاريخ السنة من خلال التقويم من خلال ماذا؟ من خلال التقويم بمساعدة أحد أفراد الأسرة إذن يقوم الطالب بالتعرف على هذا الأيام ويقوم بتحديد اليوم وكذلك تحديد السنة وكذلك الشهر إذن سوف نقوم إن شاء الله بتحديد ماذا؟ إذن التقويم الهجري في هذا النشاط ربنا الطلاب إرسم دائرة حول ماذا؟ حول الأشكال المختلفة للتقويم إذن هنا مجموعة من الصور منها ما هو التقويم ومنها ما هو كما تشاهدون ساعة رقمية سوف نقوم بوضع دائرة حول أشكال التقويم فقط أين نجد أشكال التقويم في هذا النشاط؟ نضع دائرة حول الأشكال المختلفة للتقويم أحسنتم إذن في الصورة الأولى ماذا نجد هنا؟ أحسنتم إذا لدي هنا التقويم نقوم بوضع دائرة في الصورة الثانية ماذا لدي؟ أحسنتم إذن لا أيضا لدي هنا صورة للتقويم نقوم بوضع دائرة على هذه الصورة ماذا لدي في الصورة الثالثة؟ ساعة رقمية إذن لا نقوم بوضع دائرة المطلوب هنا نضع دائرة حول الأشكال المختلفة لماذا؟ للتقويم وفي الصورة الأخيرة أيضا لدي هنا تقويم نقوم بوضع دائرة على هذه الصورة إذن دعونا نتعرف على أيام الأسبوع من يقوم بذكر أيام الأسبوع أحسنتم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء ثم الخميس الجمعة السبت إذن هذه أبناء الطلاب هي عدد أيام الأسبوع وعددها سبعة أيام نجدها مكتوبة أيضا في التقويم الهجري السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة نقوم بتحديد اليوم من خلال ورقة التقويم ومن خلال التقويم وكذلك الشهر والسنة ونتعرف على اليوم إذن الأيام أبناء الطلاب هي السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس ويوم الجمعة إذن كما ذكرنا عدد الأشهر في السنة الهجرية إثنى عشر شهرا ما هي هذه الأشهر إذن عدد الأشهر في السنة الهجرية إثنى عشر شهرا نقوم بقراءة أسماء هذه الشهور هذه هنا شهر محرم وشهر صفر وأحسنتم الشهر الثالث هو شهر ربيع الأول وشهر الرابع هو شهر ربيع الثاني وشهر الخامس جمادة الأول وشهر السادس جمادة الآخر وشهر السابع هو شهر رجب وشهر الثامن هو شهر شعبان وشهر التاسع هو شهر أحسنتم رمضان وشهر العاشر هو شهر شوال وشهر الحادي عشر هو شهر ذو القعدة وشهر الثاني عشر هو الشهر ذو الحجة إذن أول الشهور الهجرية هو شهر ماذا؟ ما هو أول الشهور الهجرية؟ أحسنتم أول الشهور الهجرية هو شهر محرم وآخر الشهور الهجرية هو شهر ذو الحجة إذن تبدأ السنة الهجرية بالشهر محرم هو الشهر الأول وتنتهي بالشهر الثاني عشر إذن عدد الشهور الهجرية 12 شهرا كما ذكرنا من عدد الشهور الهجرية وكذلك الميلادية 12 شهرا صل الصورة بالتاريخ المناسب لديه هنا هذه الصورة صورة ماذا؟ عيد الفطر عيد الفطر المبارك وأيضا لديه هنا صورة عيد الأضحى المبارك وكما ذكرنا هذه مناسبات دينية للمسلمين عيد الفطر المبارك يأتي بعد شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الأضحى يأتي في شهر ذو الحجة الشهر الثاني عشر أحسنتم إذن نقوم بإيصال الصورة بالتاريخ المناسب لها إذن عيد الفطر يكون في شهر العاشر أحسنتم أي بعد رمضان بعد رمضان يكون عيد الفطر وهو في الشهر العاشر من اليوم الأول للسنة الهجرية إذن عيد الفطر يكون في اليوم الأول من الشهر العاشر للسنة الهجرية ولديه هنا عيد الأضحى يكون في العاشر من الشهر الثاني عشر للسنة الهجرية طبعا هنا تختلف السنة الهجرية الـ 443 44 45 هكذا ولكن اليوم وكذلك الشهر تكون ثابتة لشهر عيد الفطر المبارك إذن يكون في الشهر العاشر من اليوم الأول وعيد الأضحى يكون في الشهر الثاني عشر من اليوم العاشر وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته